خطبة وسام ورويدة وسعاد معترضة على الجواز ده وكمان بنشوف ان فريدة وجمال بيكونوا مع بعض وبتجمعهم مع بعض بنت صغيرتيها ممكن برضو يغيروا شوية في العالم عدنان ثاير جدا بيتكلم مع مديحة بخصوص موضوع الحريقة اللي حصلت زمان وكمان الحاجة اللي جات لهم بتدل ان في حد ورا الموضوع ده كان بيقول ان فريدة هي ورا الموضوع ده وانا بعتت لهم الدليل ده علشان خاطر يعني تهدتهم علشان كده ان هو هيحط الدليل ده جوه الملفات ولما فريدة تيجي وتشوف الدليل حيبان على وشها ان ارتبكت يبا هي الجايبة الدليل وهي بتهدتهم ان ما ارتبكتش يبا مش هي وبيتفقوا على كده وينادي على فريدة علشان يسألها بينما الكلة الان على روايدة ما جدش الحديد لوقتي من بره وبتكون مع كمال وبيتكلم مع بعض وبتسيبه وبتمشي بعدما بيقول لها ان هو هنا علشان خاطر يندمها على كل حاجة وقال لها سيبيني في حالي اعيش حياتي مع واحدة بتحبني فريدة بتشوف الدليل بتاع الحريقة ومش بيحصلها اي حاجة يعني مش بتتأثر وعدنان بيقول لي مديحة شكلها فعلا مش هي لورا الموضوع فريدة قبل ما تمشي بتقول لي مديحة اسفة جدا لانك حذرتيني قبل كده من حاجة وانا ما سمعتكيش وتنرفزت عليكي وساعتها عدنان بيقول شكلها مش ورا الموضوع لكن اي موضوع التحذير ده كنت بتحذريها من اي مديحة مديحة قالت انها كانت بتحذرها من موضوع خطبها لانه عليف جدا وبيضرب قال له انتي مالك تدخلي اللي قالت له خلاص مش حامل كده تاني هند بتفتح الباب كانت فكرة ان كمال جاء لكن بتبصوا وبتلاقي سعاد قدامها جاية تسأل عن كمال قالتنا انتوا عايزين من يناقي تاني يبعيدوا عننا وعن حياتنا اذا كنت جاء تسأل عن موضوع روايدة وقربها فاحنا من نجدعو بيهم احنا عايشين حياتنا سعادة ومبسوطين وكمال حنسافر شهر عسل سعاد ويمشي بتقابل كمال راجع على البيت بيقولها لو حتتكلم في موضوع روايدة بلاش احسن الموضوع ده خلاص انا نسيته خطب فاردة بيروح على الشركة عشان ياخدها بيوصلها كالعادة بيوديها على مطعم زي ما قال لها بيبقى معها ملفات وبتقع من ايديها وبيكون فيها الدليل ده بتاع الحريقة وبتقول ان عدنان قال لها ان ده مش مهم ويبرمي في الزبالة وكمال بيوصل على البيت وبيحضر شنطته علشان يمشي وبيقول لي هند روحي انت بات يا عندي اختي وفاق ما تعودش لوحدك قالت رو عامل حسابي فعلا على كده وبيخرجوا مع بعض مسكين في ايد بعض وبتشوفهم روايدة وبتكون متضايقة طبعا بينما بيوصل جميل على البيت وبيتكلم مع سهيل وبيقول له على موضوع فريدة وانها كانت فهم غلط سهيل قال له يا كانت فهم غلط لانها عايزة تفهم كده لانها بتحبك وعايزك تغرع عليها كانت فاكرة فعلا انك انت ممكن تغرع عليها وكانت فاكرة فعلا عاجة زي دي وكانت فرحونا بسبب كده هي لسه بتحبك على فكرة رويدة بترجع على البيت وممت بتتخلق معا ومقول لها كنت فين كل ده فجأة هم تشوف بعد كده وفاق بتوصل وبتجهز السفرة مع سمر وساعتها سهيل وجمال كانوا بتكلموا عن فريدة وملاقي ان وفاق بتقول لسمر ان سهيل مختم فريدة ممكن يكون بيحبها اما بالنسبة لي قطيل فريدة كان موجود في الشركة وكان بتكلم في التليفون وبيلاقي عدنان مع الدمع مضيحة وبيقول ان هو مش هيسيب الحد ده اللي بيهديده بموضوع الحريقة بتاعت زمان اول ما سمع صيرة الحريقة طبعا فهم على طول وقال له مش هتسلم برضو ولا هتعدي كده ما ترمي السلام وساعتها عدنان قال له انت ايه اللي جابك هنا وبيعملوا معاملة وحشة جدا بينما الكل ان خلاص هو قرر يجوز وسام ده روايدة وده بعد ما قعد مع روايدة وقال لها ان انت بتحبي وسام اضطرت تجدب وتقول ايوة علشان خاطر تخلص كمان من المشاكل مع عربها وكمان علشان تقدر تنسى كمان اللي لسه مهزقها وقال لها بعدي عني وعن حياتي وعلشان كده قالت له انا فعلا بحب وسام واعترفت بالكتب قدامه بعض من زمان جدا وطبعا مش هلاءه ونسب احسن من كده ونبلقيس وسعاد هيكونه نسايب وطبعا زهير مش عارفة تقول حاجة لانها مستعربة من كل اللي بيحصل وازاي روايدة ايه بلانية تتجاوز وسام وايه اللي حصل بالزبط في الموضوع ده منلاقي ان وسام كان واخد روايدة على المكان اللي كان كده سكرام فيه من زمان فاكرين لما كانت خطبتها على كمال ولما عارف بحبهم راح هناك وكان سكرام وراحت جابته هي وكمال بيوديها المكان ده وبيقوله ان المكان ده اتحرق فيه قبل كده كان قلبه قاية نار لانه كان شايفها بتضيع من ايديه شايفها بتقوله ان هي مش بتحبه وان هي رفضاه لكن هو دلوقتي الدنيا مسايعان مبسوط جدا وسعيدة علشان خلاص هيتجوزه قالت له ايوه بس انا مش بحبك انت هتضحي علشاني وعلشان كمال ما يتقلشان كمان احمي كمال انا بحبك يا روايدة وكنت مستني اليوم ده من زمان جدا وبيقولها كده وبتقوله ان هي مبسوطة جدا لانه جنبها ولانه واقف معاها رغم ان هي قبل كده صدته وقالت له ان هي مش بتحبه بتاخده في حضنه وبتقوله شكرا لانك موجود في حياتي وسعيدها وسام كان مبسوط جدا ومسدق ان الروايدة فعلا خلاص بدأت ان هي تكون لي بلقاس بتتكلم مع عضبط روايدة ووسام لكن بيقول ان هو مصر على الخطبة دي وانهم بيحبوا بعض وان هما الاتنين اعترفوله بكده دي سترة للبنت بدل الكلام اللي بيتقال عليها بعد كمان ما سابها انا كان ممكن اعمل اي حاجة في كمان لكن انا اتكلمت مع روايدة وقالت ان هي بتحب وسام وانا ساعد جدا بكده والولد كويس ومتربي معاها من زمان انا موافق على الجوازة دي اما بالنسبة لجمال اللي كان بيجري ومعاه سهيل وسهيل كان خلاص بدأ ان هو يتعب ويقوله ان انا تعبان مش قادر بقى اجري معك قال له في ايه اجري معايا شوية بتيجي فريدة وسهيل بيقول خلاص بقى انا سبكوا مع بعض وروحنا على البيت لاني بجد مش قادر بتيجي بعد كده وبتكون جايباله حاجة هو بيحبها يعني اكل او شرب وبتعتذر له ان هي كانت فهمها غلط وسببت له مشكلة مع خطبها وبيمشوا مع بعض هما الاتنين في النادي بينما منلاقي ان خطيف فريدة بيدور ورا موضوع الحريقة اللي حصلت زمان وان عدنان متورط في الموضوع ده وانه لازم يثبت اي حاجة على عدنان وعالته وبيكلم الرجل بتاع بقى اخوه ده وبيقول له لازم يدور على الموضوع ده ويلاقيه على طول ومنلاقي ان سعاد بتكون متضايقة من موضوع يعني خطوبة روايدة ووسام مش داخل دماغها الموضوع عارفة ان روايدة مش بتحبه برضو لازم دي اصول قررت له اي واي واي وا طبعا وبتخرج وهي مش عارفة تقول ايه وسام كان مع روايدة ماشيين مع بعض بعد كده بتشوفهم سعاد فرويدة بتستأذن وبتسيبهم سوا سعاد بتقول له انت ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده انا مش موافقة على الجوازة دي قال ابحة بيقول لازم تيجو تخطبوها قال له مالو نروح نخطبها النهاردة بالليه انا عايز كده انا حبقى مفسوط كده لكن بترده بتقول له لا يا ابني مش هتبقى مفسوط ولا حاجة اللي انت مش بتحبك انت بتعمل في نفسك كده ليه قال لها انا بحبها وحنخطبها وحتجوزها وبيكون فائر جدا وغطبان من امه حالة عدنان قاعدين على الاكل بيجي سهيل وتعبان طبعا بيتعمد ان هو جدايق صمر بيقول لها ان جمال كان في النادي معاه بس سابه دلوقتي مع فريدة سهيل داخل يأكل عدنان زعق فيه وقال له سيب الاكل دلوقتي بروح بسرعة خد شاور وكمان فين جمال مش كان معاك رده وقال ان هو راح على الشركة عنده يعني شغل مهم هناك جمال كان مع فريدة هم الاثنين بيتكاليهم مع بعض بيقول لها انت متأكد انك عايز تتجوزي قالت ايوة طبعا لازم اي انسان ياخد فرصة تانية قالها ايوة بس مش الفرصة دي انت كده بتضيع نفسك فقري تاني قالت انت عايز ايه مش عاكبك يعني بني ادم انا عاجبني وانا حتجوز وكمان لازم ابدأ حياتي من جديد بيشوفوا بعد كده بنت تايها بتفضل تعيط علشان كده فريدة بتاخدها عندها البيت علشان تقدر توصلها لأهلها وكان معاها جمالتو دلوقت مديحة قعدة وكمان وفاء وهند وفاء وهند كانوا بيشوفوا المجلات بتاعت الموضة وبيشوفوا حاجات على نت وحاجات من كده سعد متضيقة مش قادرة تركز في شغلها مديحة بيقول لها مالك فيك ايه اخدتي المفنجان بتاعي بتاع القهوة ولسه ما خلصتوش كانت متبكة ومتضيقة كتير وبعد كده بيجي سهيل وبيقول وجمال لسه مجاش وبيبص على سمر لانها طبعا عارفة ان هو دلوقتي مع فريدة سمر بتروح وبتكلم جمال بيقولها ان هو في الشركة بيخلص حاجات مهمة لكنه كان مع فريدة ومع البنت اللي كانت ضيعة دي بيحاولوا يعرفوا عنها اي حاجة لكنها مش عايزة تقول حاجة عنها بس عايزة اللابة بتاعت عشان ضاعت وبتقولهم كمان ان هي هربت من باباهم ومتها لان بينهم مشاكل كبيرة جدا وكمان انها تعرف فريدة وجمال من خلال الانترنت لان كان فيه فيديو انتشر ليهم هما الاثنين وكانوا في وضع رومانسي كتير بينما سعاد مدايقة جدا وقعدة في المطبخ وهي زهقانة مش عارفة تعمل ايه وتفكر في موضوع وسام اما بالقسف بتتكلم مع روايدة وبتقول لها انت متأكدة انك عايزة تتجاوزي وسام انت فعلا عايزة تتجاوزي انت حبتي انت كنت مع كمان قررت لها عادي انا كنت اصلا بحبه وحبيت ان انا غيزه فروحتي يعني افتبطت بكمال فترة علشان خطر اغيزه مش اقدر انا طلعوني بحب وسام من زمان على فكرة قررت لانت بتعمل كده لي عشان تحمي مين في ايه بالزبط قررت لها مفيش حاجة انا بحب وسام انا اكتشفت كده وحتجوزه وطبعا كانت روايدة بتعمل كده وبالضحية علشان خاطر كمال مديحة داخلها بتتكلم مع ام وسام وبتقول لها في ايه يا سعاد مالك قررت لها بس يعني في حاجة شغلان ان كنت عايزة اقولها لك قبل ما تعرف فيه من برا قررت لها ايه الحاجة دي ردت وقررت لها ان وسام خلاص هيخطب روايدة طبعا بتتفاجئ وبتبقى مش عارفة تعمل ايه خاطر فريدة بيتصل يتطمن عليها وبعد كده بيروحه واخوه علشان خاطر يحققوا في الموضوع بتاع الحريقة اللي حصلت بيوصلوا للمكان اللي حصلت في الحريقة دي من كم سنة فبيروح علشان خاطر يسأل الناس هناك ويوصل للي عمل الحريقة دي وبيبدأ يدور ورا الموضوع وبيروح فعلا عشان يدور بينما يلاقي ان البنت مع فريدة وجمال قعدة معاهم مش عايزة تروح مش عايزة تقول اي معلومات عن اهلها قيت خايفة جدا تروح لانهم بيتطلقوا وانها خايفة وممكن انها تسيبهم وتمشي وتهرب تاني وطبعا كانوا بيحاول يهدوها ويهي كمان كانت عايزة تفضل معاهم اطول فترة بينما مديحة طبعا بتكون متضايقة من اللي سمعته بتتكلم قدام هند ويوفاء على موضوع ان رواية ده وسام حيتجوزون مش عارفة ازاي هتواجه الموضوع ده ازاي كمان يعني لو عارفت ممكن يتضايق هند طبعا بتتضايق فبتقول لا ما تأخذنيش يا بنتي لكن بالفعل يعني كانت المخطوبة الكمال اكيد حيزعل ويتضايق هند قالت يعني هي دلوقتي كانت بتعرف كمال وكمان وسام مش بعيد تكون كانت بتخون كمان مع وسام مثلا وبتعرفه عمتان دي انسانة شكلها مش كويسة يلا الحمد للان كمان افتح منها طبعا صعد سمع كل ده وديق بسبب الكلام هند راح اطلاها وقالت لها مبروك لابنك رادي صعد وقالت لها انت عايزة اي تاني ابعيدة عني انا قالت لها انا جيت عشان ابركلي كوي كنت تتكلم ولا تقولي اي حاجة اما بالنسبة لخطيب فريدة بيروح هو والراجل بتاعه مش بيروه طبعا يعني المكان ده فاضي بيلاقون هو اتعمر عليه عمارة كبيرة طيب حنسأل مين حنعرف الاخبار من مين اكيد طبعا لازم نسأل ناس كبار في السن يكونوا عصروا الحدث ده وبالتالي بيروحوا وبيعرضوا بساعدة على بعض الناس اللي هما كبار في السن بيقولوا ان هما حيساعدوهم ويدلهم فلوس لكن عايزين يعرفوا اكتر عن موضوع الحريق وبالفعل الراجل بيقول لهم على موضوع الحريق ده حصل من زمان واللي مات الراجل والست اللي موجودين هناك والأولاد اتشرادوا ما يعرفوش مكانهم لكن الراجل اللي كان بيشتغل عنده اللي هو يعني المدير بتاعه في الشخل كان عدنان يعني عدنان كان مدير سمر وكان ناشف جدا وكان شرس وشخصية يعني زي ما انتم شايفين كده شخصية صعبة جدا معاه وكان كل الشارع بيخاف منه لما يجي وحصلت الحدثة وتعيد الضد المجهول وما حدش يتكلم عنها بعد كده ولا حد عارف الاولاد بتوع الناس اللي ماتوا راحوا فين طبعا المعلومات اللي اخدوها من الراجل بينما من لاقي ان فريدة بتكلم البنت عن اهمية العيلة وقدي ان العيلة مهمة في حياة اي وحدة طبعا جمال كان سامع وعارف هي قصدها على ايه بيوصلوا بعد كده الام البنت دي وبتيجي الام علشان تشوفها والبنت بتصور جمال وفريدة مع بعض كده سوا وبتحتفظ بالصورة وبتخليهم يقربوا من بعض في الصورة وكمان بتقولهم ما تسيبوش بعض ابدا وبتحط ايديهم في ايد بعض وبتروح معهم ممتها بينما وفاة بتتكلم قدام سهيل وبتقوله ما تقولش كمان على الموضوع بتاع خطبة وسام ورويدة عشان ما يضايقش اصلا نطلع منها مالكش دعوة اضايق طبعا قال لها خلاص مش هطلع منها بيكون مدائق فعلا من تصرفات وفاة معاه هند بتستأذن وبتمشي وبتتكلم معه وسام وبقولها ماشي بيقول لأمه على موضوع روايدة وان هو عايز يتجاوزها وان هو بسوط كده ولازم تيجي وطبعا بتقول ازاي حتى تقدر انك تتجاوز واحدة مش بتحبك بينما سهيل بيتكلم مع جمال وبيقول ان هو موجود مع فريدة وبتسمعه وفاء وبتقول له في ايه بالزبط انت ليه بتقرب دايما ما بين فريدة ما بين جمال انت ازاي تعمل كده وبتقول كده قدام مديحة وبتتخانق معاه ومديحة بتسمع وبتقول بتتخانقه ليه قالت ان الاستاذ سهيل بيحاول يقرب بين جمال وفريدة رد سهيل وقال انا مش بقرب بينهم ولا حاجة هو اللي بيروح له على الطور انا مليش دعوة وسان بيروح لهند بيقول لها عاوزة ايه ردت وقالت شفت عمال اللي احنا عايزينه عرفت انك اتجاوز الوايدة مبروك بس اهم حاجة تخلص الموضوع ده قبل كمان ما يجي من السفر اصلا كمان دلوقتي مسافر ولازم تخلص الموضوع قال حتى لو جي انا خلاص ما صدقت اصلا الموضوع ده حصل قالت له مبروك ومبروك علينا طبعا كانت سعيدة جدا من انتصارهم نلاقي بعد كده سهير توبد اختها روايدة روايدة بتجهز في القوضة سهير بتقول لها متأكد انك عايزة تتجاوز يوسام انا مش فاهمة انت بتعمل ايه في نفسك بالزبط بلقس بتجهز كل حاجة بيستعده سوعد حتيجي دلوقتي هي ووسام ووسام بيجي ومعه ورد ولابس كده ومزبط نفسه علشان يخطب بشكل رسمي اما هنت فمن لاقيها بتتكلم مع كامال وبتقول له خلص تشوالك عمتا انا مرتاحة هنا عند وفاء ودائما بروح لموة مديحة وعتيجي يعني قصدي يعني خليك براحتك اتطمن علي يعني طبعا هي بتعمل كده علشان ما يعرفش موضوع روايدة ووسام بينما بتيجي سعاد مش مبسوطة جدا بالخطوبة دي ولا بالجوازة دي ابنها بياخدها على جنب بقولها في ايه يا امي عايزة ايه قلت لك انا بحبها وعايزة اتجوزها قلت له مش هيحصر يا ابني انا مش موافقة انا حروح دلوقتي اقول لي بلقس كل حاجة رد وقال لها عودي بقول لك ايه هي تعملي كده انا بحبها وحتجوزها وما صدقت اليوم ده جي انت ليه مش عايزاني افرح ليه قلت له يا ابني مش بتحبك جلسة بتحب كمان انت ازاي تعمل في نفسك كده وتتجوز واحدة مش بتحبك انا كان نفسي افرح لك فعلا قال لها انا فرحان وانا بحبها وحتجوزها وحخليها تحبني طبعا سعيد كانت بتبقى زعلانا جدا من تصرفات ابنها ده منلاقي بعد كده سعيد غصب عنها بتتكلم في موضوع خطوبة وسام وبتقول ان احنا جايين نخطب روايدة علشان تتجوز وسام على سنة لو رسوله سهيل من غير قصدي بتقول قبل كده جتي برضو خطبتي روايدة لكمان فاكرة طبعا الكل تصدم لكن بيقوموا بيحتفلوا بيأكلوا مع بعض سعد متضايقة بتمشي بتخرجوا من المكان وساموا رابا ولا انت بتعملي فيها كده ليه انت مش فرحانة ليه ليه هرم عليك يبقى يا امي ردت وقالت انت يا ابن بتزرب نفسك البنت مش بتحبك رد وقال بتحبني ولها مش بتحبني حخليها تحبني وحجوزها وحتشوفي وتخلص الحلقة على كده ويارب يكون الفيديو عجبكو كمان ملخص احداث الحلقة ممكن يكون مزودة شوية او ممكن يحصل بعض اللغبطة في الاحداث او حتى بعض المشاهد او ممكن يغيروا شوية لسه مش عارفين حبكم كل شي هوية واشوفكم على خير في تسريبات مسلسل حيرة باي باي